اليوم نتحدث عن كوبايلوت نتحدث عن كوبايلوت اعلنت مايكروسوفت عن كوبايلوت من حوالي السنة وصار هو موجود بعدها ضمن محرك بينج ويشتغل كتشات دردشة مثل تشات جي بي تي ومن بعدها اصبح يصمم صور ونماذج مرئية بعدها اطلقت مايكروسوفت خطة انه تدمج كوبايلوت مع تطبيقات الأوفيس يعني يصير يشتغل من ضمن البرامج من ضمن الورد والإكسل والبوربوينت بحيث انت ما ينزم انك تغادر تطبيقات الأوفيس لحتى تروح على تشات جي بي تي او البينج انما تقدر من خلال تطبيقات الأوفيس انك تطلب له اشياء يعمل لك من ضمن الملفات وهو راح يقوم بالمعالجة بشكل مباشر هذا الشيء صراحته هو امر مشوق جدا وانا كنت من بين العالم اللي ينتظرون ايمت تطلقها مايكروسوفت هذه الميزة انه فقط تكتب له بعض الاوامر ضمن برنامج البوربوينت يصمم لك عرض تقديمي كامل او تكتب له ايه معادلات معينة وايش اللي انت تريده ضمن برنامج الاكسل يصمم لك المعادلة اللازمة حتى الاوتلوك انا يعني مثلا بالجيميل ببعض المساعدات اللي تساعدنا بكتابة الايميلات لكن هالكلام ما كان موجود ضمن الاوتلوك فالكوبايلوت اذا صار ضمن الاوتلوك ايضا راح يخلينا نكتب الايميلات من خلاله وينقح النيها يعني وتصير بشكل جميل جدا فبالفعل من حوالي كم شهر اعلنت مايكروسوفت انه اطلقت الكوبايلوت الآن ضمن تطبيقات الاوفيس وانت الآن بإمكانك تقوم باستهدامه فانا كل حماس راحك له حتى اشترك بهذه الخدمة اتفاجأت انه ما كانت مفعلة غير لشركات اللي عندها 300 مشترك او اكثر من موظفينها مشتركين بخدمة الاوفيس حتى يتفعل عندهم خدمة الكوبايلوت هذا الشيء بالنسبة لي ما انه متوفر حاليا لكن من حوالي الشهر تراجعت مايكروسوفت عن هذا القرار وصار بإمكانك تشترك بهذا الكوبايلوت بغض النظر اذا كنت انت شغال مع مؤسسة او لا وما يلزم انه يكون عندك 300 اشتراك خلاص اذا عندك اشتراك واحد لو كان بيرسونال لو كان فاميلي بلان كله بإمكانك تشترك بالكوبايلوت الخدمة حاليا تكلف 20 دولار شهريا تقريبا مثل كلفة الشات جي بي تي فور في حال اشتركت فيها راح تقدر تستخدم خدمة تشات جي بي تي فور وتفعل خدمة الكوبايلوت ضمن تطبيقات الاوفيس وايضا يتيح لك استخدام بنك ميج كرياتور لتصميم الصور في اكثر من خيار لانك تشترك فيها من بينها خدمة الكوبايلوت المجانية وكوبايلوت برو اللي يعطيك الاولوية للرد وكذلك يمكن استعماله ضمن تطبيقات الاوفيس وكوبايلوت فور ارغانيزيشن في بعض الشغلات اللي انا ممكن بهذا الفيديو راح اشرح لكم اياها انه انا ما قدرت استخدمها لانه لازم اكون منظومة يعني ايميل عمل اشترك بهذه الخدمة انا اخترت كوبايلوت برو لانه انا عندي البرسونال حاليا وفعلته عليه انتأكد فقط انك داخل بنفس حسابك اللي تريد تفاعل مايكروسوفت كوبايلوت علي وانك تختار الدولة الصح اللي تريد تدفع منها على كلام مايكروسوفت انه حاليا كوبايلوت متاح فقط بعدد محدود من الدول اللي تشوفونها امامكم ورح تتوسع قاملة الدول مستقبلة انا عندي حساب بيبال الماني فاخترت المانيا وكملت الدفع بشكل نظامي مع وضع تفاصيل الدفع وبعدها تم تفعيل خدمة على حسابي والان كوبايلوت رح يكون موجود ضمن الورد والاكسل والبورمويند والاوتلوك والوان موت وقد دخلت على مايكروسوفت اكسل ما لقيت الخدمة اللي مفروض تكون ضمن قائمتهم في هذا المكان كان لازم اعمل تحديث للحساب وهو بذهاب لقائمة فايل ثم اكاونت ومن هون تختار افديت لايسنز ثم تعمل تحديث من عند افديت اوبشنز ثم افديت نال ليبدأ ينزل التحديثات وобقاعدة تشغيل الاكسل لقيت هذه الخدمة ضمن قائمتهم وصال بإمكاني استخدمها ضمن كل تطبيقات اوفيس كوبايلوت الآن تقدر تشغل علي ضمن تطبيقات اوفيس او ضمن الويب وكذلك ضمن الماك والايباد كلها تقدر تشغل عليها الكوبايلوت فتقدر تشغله في ضمن البيئات اللي كان ويندوز وماك وليس مرتبطا فقط ضمن تطبيقات الوندوز طب خلينا نتكلم عن الكوبايلوت وطريقة استخدامه ضمن تطبيقات اوفيس حوالي أسبوع وجربت عليه كل الشغلات اللي تهمني في العمل وراح نقول لكم تجربتي مع استخدامه ضمن البرامج الأربعة المهمة بداية حتى تستخدم الكوبايلوت ضمن تطبيقات الأوفيس فلازم الملف اللي انت تشتغل عليه يكون موجود على ون درايب وليس موجود على سطح المكتب على جهة فأنا هذا الملف كان عندي على سطح المكتب فنشوف انه ايقونتي الكوبايلوت غير مفاعلة فاضطريت انه اشيل هذا الملف وأحطه ضمن الوان درايب حتى قدرت انه استخدم الكوبايلوت على هذا الملف هنا بالإكسل انا جبت بيانات بسيطة وراح استخدم الكوبايلوت لعمل بعض المعالجات لو كانت البيانات منهى جدول فراح يطلب منك انك تحولها لجدول حتى تقدر تستخدم الكوبايلوت مع هذه البيانات وهون بدون ما اعمل اي شيء يقترح انك اتحوله لجدول وحاليا هو جاهز للمعالج عندك بعض الاقتراحات اللي ممكن تستخدمها مثل اضافة اعمدة معادلة حسابية فيها او ترتب القيم وتفرزها بالفلتر والسورت او انك تعمل بعض التحليلات لالها الخدمة حاليا تدعم اللغة الانجليزية لو حاولت تكتب له باللغة العربية رح يخبرك انه حاليا هو بطور دعم بقية اللغات ولكن بالوقت الحالي تكتب له لازم باللغة الانجليزية جربت اسأله انه يقوم باضافة عموني يدمج الاسم الاول مع الاسم الاخير ويعمل لنا الاسم الكامل لنفول نيم فبدأ بفهم السؤال وبعد تقريبا حوالي عشرين ثانية عطاني الاجابة طبعا هذه ليست سريعة مقارنة بالجا جي بيتي ولكن اتوقع بسبب سرعة الانترنت لانه يعني بكثرة استخدام لا اكثر من امر شفته شوية سريع فمرة يبطأ مرة يسرع اتوقع هذا كله بسبب الانترنت اللي عندي مع انه انا متأكد انه سرعة الانترنت عندي سريعة ولكن بالاكيد ما هي العلاقة بالكوميتر اللي انا استخدمه لانه الكوبايلوت هو يتواصل مع الكلاود مع مايكروسوفت ثم يرسل الاجابات عندك ويقوم بتنفيذ المهام ضمن الملفات اللي انت فاتحها فبالتالي الكوبايلوت يشتغل على كلاود وليس على جهازك فما يهم ابدا ايش هي مواصفات الجهاز اللي انت تشتغل عليه المهم الان هو اعطاني الاجابة وبإمكاني اضيف العمود مباشرة من زر insert column طلبت منه ايضا انه يميز لي اعلى ثلث قيم بالرواتب وبالفعل قام بتمييزها بنون اصفر بهذا ايضا هالكلام طبعا جميل جدا ولكن اللي حبيت انه يصير انه يشتغل على نفس العمود مو انه يشتغل بعمود اضافي فانا هون قلت له اني صغر لي الاحرف في عمود الايميل جاوبني انه ما يقدر يعمل هذا الشيء فغيرت السؤال انه عملي عمود جديد وصغر لي الاحرف الموجودة في عمود الايميل فبالفعل استجاب لهذا الامر ايضا استخدمته ليعملي بعض التحليلات عمل insight شوية فقلت له show data insight من هذه البيانات فقدر يعملي مخطط لمتوسط الرواتب حسب كل قسم يعني تمنيت لو يعطيني شيء معقد اكثر ولكن هو جميل وبإمكانك تصدر النتيجة لشيط جديدة وطبعا هذا التحليل تم عن طريق الجداول المحورية يعني تقدر تغير النتيجة او تغير الحقول او تتلاعب فيه بقدر معرفتك مع الجداول المحورية سألته يعطيني عدد الموظفين وعطاني النتيجة ايضا الصحة هي 19 وايضا من خلال بيفيتيبل ما عطاني هكالنتيجة مباشرة مثل ما تعمل بوتات الدردشة الثانية يعني اتوقع انه كان لازم يكون افضل وممكن يعطيني ارؤى اكثر يعني وتحليلات افضل ولكن انا اتوقع انه لسه بده تحديث هذا اكثر وهذا يبرهم انه حاليا هذه الخدمة ضمن الاسل هي قيد المراجعة لسه ما نقول انه اطلقت بشكل كامل مثل ما شوفونا كوبايلوت بريفيو يعني انه هذه ليست كاملة انما قدي المراجعة اتوقع يعني بعد فترة يصير في تحديثات اكثر على هذه الخدمة وبالفعل تصير تقدمنا اشياء افضل بك جربت ايضا كوبايلوت ضمن برنامج الورد لما تفتح الورد غير انك تلاقي الايقونة في الاعلى ضمن قائمتهم ايضا في ايقونة تظهر جانب مؤشر الكتابة تقدر تجربها مباشرة طلبت منه انه يكتب لي مقالة عن وضع زراعة القمح في سوريا فعطاني صفحتين مليانتين بالتفاصيل مع عناوين ومقدمة والصعوبات والخاتمة وفيه بعض الازرار لابقاء على المكتوب او توليد شيء جديد او حذف هذا اناس بالورد تقدر تطلب منه انه يلخص لك مقالة او حتى يضيف لك صور معينة فتلخيصه يكون بشكل جيد يعطيني تلخيص منون ما اقرأ المستند بشكل كامل وكذلك هنا كان عندي جدول طلبت منه يعملي سرد للمعلومات اللي موجودة فيه وبالفعل عطاني السرد بشكل جيد الاشياء اللي ممكن تعملها بالورد هي تنسيق للملف او تلخيص للمستند او يولد لك مستندات جديدة او يتعملك هي بالصور فكل هذه اتوقع جيدة انها تتعامل مع ملف الورد طلبت منه يعملي شغلات اضافية مثل ما اعملها بالشات جي بي تي انه مثلا صمم لي صفحة غلاف للمقالة اللي هي وضع الزراعة في سوريا ما قدر يعمل هذا الشيء بينما اذا تروح على شات جي بي تي تطلب انه هذا الشيء يعمله اتوقع هذا الشيء بامكانك تعمله مع البنك ايميج كرياتور ولكن من ضمن برنامج بورد هذا الشيء حاليا مو متاح اتوقع مع تحديثات القادمة رح يصير في اتاحة لهذا الكامل اما بالنسبة الكوبا اللي بتضمن البوربوينت انا صراحة شفته الافضل من بين البرامج اللي موجودة فتقدر تصمم له بريزنتيشن كامل فقط تقول له ما هي المعلومات الخاصة بهذا البرزنتيشن فطلبت منه يعملي بريزنتيشن من 10 شرائح لادوات تحليل البيانات وبالفعل انشأ لهذا البرزنتيشن مع نصوص وعناوين وصور كذلك طلبت منه يعملي عرض تقديمي على مشروع نيوم في السعودية كذلك الامر عملي مجموعة من الشرائح اللي تتكلم على هذا الموضوع الجميل انك تقدر تطلب منه يضيف لك شريحة بها معلومات معينة مثل انا طلبت منه يضيف لي شريحة بها اهم لغات البرمجة الموجودة حاليا وقام باضافتها بشكل مباشر الان في شغلة مهمة التصميمات اللي هو يقوم فيها ممكن تكون هي تصميمات بسيطة ولكن انت تقدر تعيد تهيئتها مع ميزة وخدمة الديزاينر اللي موجودة ضمن برنامج البوربوينت هو فعليا هو يقوم بهذا الكلام بعدما يصوم لك هي يقول لك اذا حبيت انك تغير من التصميم فحاول تستعمل خدمة الديزاينر اللي موجودة مع البوربوينت وهي حتى تشتغل مع الذكاء الاصطناعي فاي شريحة عندك ايها مجرد ما توحل الديزاينر يعطيك تصميمات ثانية لإلها وتقدر تستخدمها وتغير التصميم من خلاله وانت بهالحالة قمت بدمج خدمتين مع بعض خدمة التوليد الشرائح من كوبايلوت وخدمة اعادة تصميم الشريحة مع الديزاينر ايضا طلبت من الكوبايلوت انه يقوم بتحريك الشريحة وبالفعل قاد بعمل تحريك لهذه الشريحة وبعض الانيميشن عليها الشيء اللي عجبني اكثر شيء ضمن البوربوينت انك تقدر تصميم معرض تقديمي من ملف ورد الامانة ما قدرت استخدم هذه الميزة لانه حسابي هو حساب شخصي وليس حساب مؤسسة لو كان حسابي مؤسسة يعني تاب على مؤسسة وليس personal use فيكون الواندرايف هو نفسه share point فملف الورد موجود على share point فتقدر تستطيعين من ضمن البوربوينت انا شفت شروحات على الانترنت تتكلم على هذا الكلام ولكن للأسف ما قدرت استخدمها اتوقع لو فعلت كوبايلوت على حساب المؤسسة رح تقدر تستفيد منها من جرد ما انك تقول له create a presentation from file وتحط له tag at لهذا الفايل او تحط رابط هذا الفايل رح تقدر تشتغلها مثل ما الفيديو هذا يواضح كذلك الامر استخدمته ضمن الoutlook ويمكن اكثر العالم رح تستخدمه بهذا المكان حتى يرود على الايميلات او يكتب لك او ينقح لك الايميلات اللي انت تكتبها فبالفعل انا عملت هذا الشيء طلبت منه انه يكتب لي ايميل فعمل لي ايميل بهذا الشكل لو ما عجبتك الرسالة بامكانك تطلب منه اني وللك صيغة ثانية ورح يعطيك ايها بهذا الشكل ايضا بامكانك اتلخص الايميلات اللي تجيك اني هذا الايميل طويل طلبت منه انه يعملي تلخيص له وبالفعل قام بهذا الامر بالنهاية اقتر اقول انه الكوبايلوت حاليا هو مفيد ومساعد بشكل كبير اكثر شيء حبيته صراحة ضمن الpowerpoint وضمن الoutlook اتوقع انه الاكسل يحتاج له كثير من التحديثات واتوقع هذا الشيء قائم لهذا حاليا مايكروسوفت اطلقته بشكل الpreview بالورد ايضا مهم جدا بحيث انك تقدر تعيد صياغة بعض النصوص اللي انت تكتبها اذا عندك مقالة او report فيساعدك لهذا الكلاب ولكن بشكل صريح خلينا نقول الكوبايلوت حاليا هو يحتاج له بعض التحسينات لحتى يصير بشكل كثير رائع ولكن الشيء اللي شايفينه حاليا انه مستقبلا راح يصير التعامل مع الوفيس بشكل اسهل بكثير بعد يلزم تحفظ ادوات كثيرة بالاكسل ولا يلزم انك تصمم عروض من الصفر بامكانك فقط تطلب منه انه يصمم لك العروض او يعمل لك بعض الفونكشنز والمعادلات من الاكسل وبعدين انك انت تكون بتعديل عليها فيعني راح يوفر الكثير من الجهد والتاعب مستقبلا ولكن بالوقت الحالي انا اشوف انه انتظر شوية حتى يصير افضل بكثير باستخدام الكوبايلوت لهذا خليكم معنا بهذه القناة فعلوا الاشتراك والجرس حتى وقت يصير مطلق ويصير بشكل رائع جدا اعملكم فيديو ثاني واشوفكم كيف استخدام هذا الكوبايلوت ضمن التطبيقات فحتى ذلك الحين نلقاكم ان شاء الله على خير لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة